السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني إن شاء الله النهاردة هنأجب على سؤالك نجال في التعليقات وهو إزاي يخلي الساعة والتاريخ الخاصة بالهاتف بدل ما تكون باللغة العربية تبقى باللغة الإنجليزية فإن شاء الله في الفيديو دوت هقولكم إزاي تخلي الساعة والتاريخ بدل ما يكون باللغة العربية يبقى باللغة الإنجليزية بس قبل ما نبدأ الشرح بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشيركم في القناة بالضغط على كلمة الاشتراك الموجودة اسفل الفيديو وتفعل جراز على الكل علشان اولا ما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه طيب دلوقتي هقولكم ازاي تخلي الساعة والتاريخ في الهاتف الخاص بيك بدل ما يكون باللغة العربية يبقى باللغة الانجليزية وطبعا الشرح دوت هيبقى خاص بهواتف سامسونج تمام عشان ما فيش حد ايه يقولي ان الطرق مشتغلش معاي طيب اول حاجة هبدأ اضغط على الضبط بالشكل ده كده وبعد ما اضغط على الضبط هاجي على الادارة العامة وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده وبعد ما اضغط على الادارة العامة هاجي على اول اختيار اللي هو اللغة وهبدأ اضغط عليه بالشكل ده وبعد ما اضغط على اللغة لو هلاحظ ان هو هنا هو تجايب لي ان اللغة الافتراضية او اللغة الاولى اللي هي العربية مصر لا كل ما كان ه longtime let's do it س aunque to add to our latest language اللي هي اخذ حاجة بالشكل ده بعد ما دغطت علي اضافة اللغة هبدأ اضغط علي 3th n immunity اللي هما في اعلى الشاشة ناحة الشمال بالشكل ده بعد كده هبدأ اضغط علي كافة اللغات وبعد ما دغطت علي كافة اللغات هبدأ اختار اللغة العربية بالشكل ده وبعد ما اختارت اللغة العربية هبدأ اختار اللغة العربية المغرب تمام هو هل يقول هنا هو اضغط على المغرب بالشكل ده. بول هنا هو هل تريد و ضبء العربية المغرب كلغة افتراضية? هبداء اضغط على الضبط كلغة افتراضية بالشكل ده kida. بعد كده هللاحظ ان هنا هوت اول حاجة بقت اللغة العربية المغرب. وطبعا قصادها علامة الصح يبقى هدية ايه? هتبقى اللغة الافتراضية. طيب هلza لاحظ ان الساعة اتغيرتها فعلا الشاشة نحت اليمين بقت بدل ما تكون باللغة العربية بقت باللغة الانجليزية. طيب فيه برضو خطوة كمان لازمنا نعملها. هبدأ كده اعمل رجوع. وبعد ما بعمل رجوع خطوة هبدأ اضغط على التاريخ والوقت. تمام? هبدأ اضغط على التاريخ والوقت بالشكل ده. لو انت هلقيت عندك الاختيار اللي هو اقصاد استخدام تنسيق اربعة وعشرين ساعة لو انت لقيته شغال هتبدأ تلغيه بالشكل ده كده تمام? ليه? عشان تكلّي الساعة نزم اتنشر ساعة. يعني على سبيل المثال الساعة دلوقت عندي خمسة وست دقايق. لو ان شغلترا اقتراض دا كده هلاحظ ان الساعة بقيت السبعتاشر وست دقايق. فانت لو لقيت الاقتراض اللي هو شغال حاول تلغيه بالشكل ده كده ايه? عشان تبقى نظام الساعة عندك نزم اتنشر ساعة. تمام؟ بعد كده لو هنلاحظ ان الساعة بقت في اعلى الشاشة هي البقت باللغة الانجليزية والتاريخ عندي هنا هو بقى باللغة الانجليزية برضو اللي هو خمستاشر واحد وجنبه الساعة اللي هي اربعة واربعة وعشرين دقيقة مساء تمام وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو وازد عجبك الفيديو اضغط لايك ما تنسوش لاشتراك في القناة سنشجعونا اللي احنا نعملكم فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته